تعاون إقليمي بقيادة سينتكوم والتصدي لإيران هما عاملان مهمان للحفاظ على الاستقرار في المنطقة هذا ما أكده وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس خلال لقائه بقائد القوات الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي يجب أن نذكر أن ميزات الحرب تغيرت لكن الطبيعة لم تتغير تواقمنا أقوى الآن وأكثر استعدادا وكما أقول يجب عليكم دوما أن تكونوا أكثر دقة وأن تكون لكم القدرة على المناورة التحديات الأمنية الإسرائيل قائمة في كل جبهة والجيش الإسرائيلي مع باقي الدوائر الأمنية يقومون بتأدية اللازم في كل جبهة وقد حضر الإثنان إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة المغربية ورؤساء أركان آخرين ومندوبين عن دول عربية مؤتمر التطوير الابتكاري بغية التبادل الخبرات العسكرية والاطلاع على المنظومات الإسرائيلية نحن نطور قدرات تعتمد على الأقمار الاصطناعية من أجل مساندة الجنود على الأرض وأنتم أيضا بتأتوا باستخدام أجهزة البرمجيات على مستوى الفرقة والكتيبة والتي من شانية تساهم في تعزيز قدرات إطلاق النار وتلقي المعلومات الاستخباراتية ومستوى الدمار يعتمد على مستوى كشف العدو المفهوم العسكري الحديث بالنسبة للجيش الإسرائيلي يعتمد على تكنولوجيات متطورة ولسيما الذكاء الاصطناعي الذي يلعب دورا في هذا الجهاز الذي يتم تركيبه على البندقيات بهدف زيادة دقة الإصابة لقد أدخلنا برمجيات عن طريق الحاسوب مع قدرات فائقة الدقة التي تسمح بالتغلب على مشاكل في الضبط البندقية من قبل مطلق النار وهو ما يتيح المجال لإصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة متناهية وفي الوقت الذي تتعظم فيه التهديدات من الطائرات المسيرة تم عرض منظومات متكاملة للدفاع الجوي مؤتمر التطوير الابتكاري ركز على إدخال التكنولوجيا إلى ساحة المعركة بحرا برا وجوا وذلك من أجل مساندة الجنود وهو ما اطلع عليه قادة الجيوش التي حضرت إلى هنا من قاعدة تسئيلين في جنوب إسرائيل يحيى قاسم الحرة